ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ما حكم اشتراط ولي المرأة على الراغب في الزواج بابنته أن يجري تحليل دم قصد معرفة سلامته من الأمراض التي قد تعرض حياتها للخطر وجزاكم الله خيرا كل شرط لم يرد ما يمنعه في الشرع ولم يخالف النصوص والمقاصد الشرعية فإن لأحد العاقدين أو لكليهما اشتراطه بما يحقق مصلحة أحدهما أو كليهما أو مصلحة من ينوب عنه إذا كان نفعه معلومة ذلك لأن الأصل في العقود والشروط الإباحة والجواز وتحريم شيء من الشروط التي يتعامل بها الناس تحقيقا لمصالحهم بغير دليل شرعي تحريم لما لم يحرمه الله تعالى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما وشرط معرفة ولي المرأة سلامة الراغب في الزواج وخلوه من الأمراض وسلامته من العدوى وسائل الأسقام والعيوب كنقص المناعة ومرض الجذام أو عدم قدرته على الإنجاب أو نحو ذلك من الأمراض والأعراض التي تعرض صاحبها إما إلى ضرر حسي أو معنوي شرط صحيح ذلك لأن الأصل دفع الضرر متى أمكن والدفع أسهل من الرفع كما تقرره القواعد العامة بل الواجب على الراغب في الزواج أن يفصحه هو نفسه عما يعانيه من الأمراض والعيوب ويصرح بها لولي مرأة فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج مرأة وكان عقيما فلما قدم على عمر ذكر له ذلك فقال هل أعلمتها أنك عقيم؟ قال لا قال فانطلق فأعلمها ثم خيرها وشرط الولي بما يعود بالمصلحة ودفع الضرر عن موليته شر صحيح يدخل في مقصود الشارع من حفظ الأبدان لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج فللزوجة كامل الحق في فسخ عقد النكاح إذا ثبت أن الزوج مصاب بمرض معد ينتقل بتقدير الله إليها ويؤدي إلى الإضرار بها ولو قدم تحلينا سليما من الأمراض أو شهادة مثبتة لذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فر من المجدوم فرارك من الأسد كما لها مطلق الخيار في فسخ العقد فيما إذا كان الزوج مصابا بمرض عضان غير معد فإن شاءت أمضت الزواج وإن شاءت فسخت والعدم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخواله إلى يوم الدين وسلم تسليما شكرا